لمزيدا من المتبع والتحليل ينضم إلينا من عمان الدكتور فاضل الزعبي الخبير بملف الأمن الغذائي أهلا وسهلا بك دكتور فاضل وكيف تقرأ زيادة أسعار الغذاء العالمية وهي تتواصل للشهر الثالث على التوالي؟ مساء الخير قراءة هذه الأسعار تأتي ضمن الخمس مجاميع الأساسية للغذاء إذا ما لاحظنا أن المراقبة والمتابعة لأسعار الغذاء العالمية تتم وفق المجميع الخمسة هي الحبوب والزيوت والألمان والسكر واللحوم في هذا الشهر تم ارتفاع طفيف على أسعار الحبوب واستمر الارتفاع عما كان عليه في الشهرين الماضيين وأيضا على أسعار الألبان بينما بالنسبة للمجميع الأخرى اللحوم استقرت تقريبا وبالنسبة للسكر والزيوت هناك انخفاض إذا ما ذهبنا لمشهد أسعار الحبوب فعادة التوترات الجيوسياسية الموجودة في منطقتنا في منطقة الشرق الألنى وشمال أفريقيا الصعوبات وتضرر البنية التحتية للنقر البحلي في البحر الأسود أيضا المخاوف بشأن الإنتاج سواء كان في البرازيل بسبب التغيرات المناخية أو حتى في الأرجنتين نتيجة وجود أمراض والمرض اللي هو تحديدا السفيروبلازما اللي أثر على الإنتاج فكما نفهم من معادلة الأسعار هي معادلة عرض طلب إذا في استقرار في العرض والطلب نجد ذلك ينعكس على سهولة وإنسيابية أسعار الغذاء عند هذا الاختلال تبدأ الأسعار إما بالارتفاع والانخفاض في حالات كثيرة بيأدي تغيير الطقس تحديدا إلى انخفاض في الإنتاج وبالتالي بيصير المعروض أقل والمطلوب أكثر وهنا يحصل هذا الارتفاع اللي بنشاهده أيضا في تغيرات ثانوية أخرى أسعار النفط اللي استقرت فأصبح الإقبال على الوقود الحيوي من النباتات أقل وبالتالي أدى هذا إلى انخفاض أسعار السكر على سبيل المثال لأنه معت في طلب على قصب والبنجر للوقود الحيوي حتى انخفاض قيم العملة في بعض هذه الدول مقارنة بالدولار يؤثر على استقرار هذه الأسعار هذا بشكل قراءة وفق التحديات الثلاثة اللي تفرض على الغذاء اللي هي الصدمات الاقتصادية والنزاعات وأيضا التغير المناخي طيب يعني من الواضح أن التأثير بسبب التغيرات المناخية مستمر وسيظل يؤثر على أسعار المنتجات الغذائية عالميا ما هي الحلول المقترحة في هذا الشأن لأنه إذا انتظرنا أن تتوافق سياسات الدول بشأن معالجة التغير المناخي ربما ستكون أمامنا مشكلة حتى لسنوات حتى يتم ذلك انتم تماما تماما مثل ما تفضلتي لن نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي بانتظار أن يتم التوافق الدولي حول موضوع المناخي وهو موضوع جدلي وهناك الكثير من العقبات أمامه لكي يصبح في مصاريه الصحيح لذلك لا بد من الدول المعرضة لهذه الأزات الدول التي تعاني من مستويات ديون مرتفعة تعاني من قلة إنتاج لا بد لها من أن تبدأ بتغيير نهجها وسياستها وخاصة في موضوع الغذاء والأمن الغذائي نعلم تماما بأن التغير المناخي الطريق الوحيد وأنا أقول هنا الوحيد للتغلب عليه هو إدخال التكنولوجيات وتغيير النظم الزراعية إذا ما استمرنا بنفس النظم الزراعية المستخدمة حاليا رح يظل عندنا الإنتاج معطل ويشبه الكثير من القصور ولن نستطيع أن نواجه التحدي وأيضا في علاقة معقدة بين إدخال هذه التكنولوجيات وتحديث النظم وتحويل النظم الزراعية والتكلفة وهنا تبهز مشكلة التمويل وهذه مشكلة يعاني منها العديد من دول العالم التي تكون الأكثر تأثرا بموضوع التفاع الأسعار فهنا المعادلة أمام الدول التي تستطيع أن تنفذ ولو بنسب بسيطة في تحويل نظومها الغذائية بحيث تصبح قادرة على ليس إنتاج كل ما تحتاجه على الأقل أن تزيد من نسب اكتفائها الذاتي من ناحية وأن تزيد أيضا من نسب تصديرها ورفض الزراعة لاقتصادها يعني معظم الدول لو جئنا إلى دول شمال أفريقيا والشرق الأدنى نجد أن الزراعة لا تساهم بأكثر من 4 إلى 5% من الدخل القومي وهذه النسبة قليلة جدا جدا خاصة أننا نعتمد على المنتجات الخام لم ندخل في مرحلة التطوير الأغذية وتطوير الصناعات الغذائية وإضافة القيمة لما ننتج حتى نزيد من نسبة مشاركة القطاع الأغذية في الدخل القومي الذي يصبح عنده مرونة وصمود باتجاه الأزمات على سبيل المثال كما نرى للشارع الثالث على التوالي ارتفاع أسعار الغذاء تحديدا طبعا بعض الدول في المنطقة التي تتحدث عنها لديها مشكلة مثلا وجود مساحات كبيرة من الصحراء أو ربما تحديات أخرى عندما نستمع للخبراء يتحدثون كثيرا عن إمكانية إحداث شركات ربما مع الدول الإفريقية التي تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي الخزبة وكيف يمكن أن تتحول مرة أخرى لتكون سلة غذاء العالم كيف يمكن تحقيق ذلك بالذات أننا نتحدث عن منطقة تشهد في كثير من الأحيان صراعات مسلحة نعم زي ما ذكرت أنا وذكرت أنت هو الحل ليس باتجاه واحد عندما نتحدث عن هذه الدول التي تعاني من مشكلة الصحراء وقلة الأراضي الزراعية الحل وقلة الموارد المائية حتى الحل يكون بتحول النظام الغذائي وبإدخال تكنولوجيات ترفع من إنتاجية على سبيل المثال المتر المكعب من المياه بإدخال أنواع بذور بإنتاجية عالية مقاومة للأملاح مقاومة للحرارة وتعطي إنتاجية أكثر مما تعطيها حاليا بنفس كمية المياه هذا من ناحية ولكن ما تفضلت فيه في الزراعات التعاقدية هذه أساس الأمن الغذائي في المستقبل سيكون التجمعات الإقليمية لمراكز الإنتاج لذلك عندما نتحدث من هي الدول المجاورة لنا في إفريقيا مجاورة لإقليمها والتي من الممكن أن تقوم معها شراكات بما نمتلكه نحن من مدخلات إنتاج نحن نمتلك كمنطقة الأسمدة وهم يمتلكون الأراضي والمياه ونمتلك الخبرات ونمتلك الكادر الفني القادر على ذلك يعني خليني بس أستحضر تجربة أوكرانيا منطقة زراعية محدودة لا تبلغ نفس مساحة السودان على سبيل المثال وبالرغم من ذلك إنتاجها من الحبوب إنتاج عالي وهذا الإنتاج يدخل في سوق التجارة العالمية وأثر عليه هذا ما يجب أن نكرره نحن بمناطق متعددة قد يكون النزاع المسلح هو من أكثر المعضلات التي تواجهنا لأنه في هذه الحالة لا يمكن أن تتم تنمية بوجود نزاعات وحرب وعدم استقرار أمني ولكن موجود أتوقع من الدول المجاورة الأخرى ما نستطيع أن نقوم نضمن شركات وزراعات تعاقدية محددة على أساس تبادل المنفعة بمدخلات الإنتاج من لدينا نحن منتجين جيدين للبذور نحن منتجين للسماد ولدينا الطاقة ولدينا الهيومن كابيتل أو الموارد البشرية القادرة على التطوير وفي الجهة الأخرى الأرض والمياه موجودة وهذه شراكة ممكن أن تساهم في استقرار الوضع الغذائي العربي ومرة أخرى لحين تحقق ذلك كيف يمكن للحكومات بالذات في الدول النامية أن تحد من وطأة زيادة الأسعار بالذات على الطبقات الأكثر احتياجة؟ نعم هناك بعد أساسي في الأمن الغذائي هو بعد الحماية الاجتماعية لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نتعامل مع هذا القطاع خاصة الأمن الغذائي لقمة عيش المواطن على أساس العرض والطلب والسوق المفتوح لذلك لا بد من أن تقوم الدولة باستثمار في الحماية الاجتماعية ومحاولة تأمين وصول المواطن للغذاء وصوله ليس وصولاً فيسيولوجياً إنها تستورد ويكون متوافر بالأسواق وإنما وصوله اجتماعياً وأقتصادياً بحيث يستطيع أن يتحمل كلفة هذا الغذاء الذي نعاني كثيراً في أن يكون صحياً ومغذياً للمواطن هنا للابتعاد عن الكلام النظري الموضوع أبسط بكثير لدينا الكثير من المبادرات وأنت ذكرت موضوع الشراكة وهذا مهم جداً الشراكة أيضاً ليس خارجين وإنما مع القطاع الخاص نتحدث عن تجربة بنوك الطعام في مصر بنك الطعام في دول أخرى مؤسسات كثيرة هذه يجب أن تعظم الأثر الاقتصادي تبعها ولا تبقى رهينة الهبات والتبرعات الخيرية وحملات الفاندريزنج وحملات جمع الأموال من أجل أن تقوم بنشاطها يجب أن يتحول إلى مأسسة هذا النظام لكي يكون شكلاً مرادفاً من الحماية الاجتماعية للمواطن الضعيف الذي لا يستطيع أن يتحمل هذا الفرق والذي يجب أن لا يترك وحيداً في مجابهة كل التغيرات العالمية سواء من أزمات وصراع وصدمات اقتصادية وأمراض وكورونا وأوكرانيا وجنوب البحر الأحمر وغيرها هذا المواطن يجب أن نكون معه في هذا الشكل على الأقل شكراً جزيلاً لوجودك معنا من عمان الدكتور فاضل الزعبي الخبير في ملف الأمن الغذائي